بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وجاء في نص برقية التهنئة إن تلك الثورة التي حمل لواءها نخبة من أبطال القوات المسلحة قررت أن تعيد مصر لشعبها وأن تغير واقع الحياة على أرضها الطاهرة فحررت الإرادة الوطنية واستعادت لاستقلال الوطني وأحدثت نقلة نوعية وتغييراً جذرياً سياسياً واقتصادياً واقتماعياً